أطلقت وزارة الإسكاني والعمراني والاستصلاح الترابي اليوم بن وكشوت ورشة لتخطيط التكييف والإسكاني والعمراني والاستصلاح الترابي مع التغيرات المناخية لتنفيذ المساهمة الوطنية المحددة 2021-2030 الورشة التي تشارك فيها وزارة البيئة والتنمية المستدامة وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية في بلادنا تهدف إلى دراسة وعرض الاستراتيجية الوطنية المتبعة وآليات تطبيقها وتنفيذها طبقا لمراعاة التغيرات المناخية وزارة الإسكاني والعمراني والاستصلاح الترابي تطلق ورشة التخطيط للتكييف الإسكاني والعمراني والاستصلاح الترابي مع التغيرات المناخية لتنفيذ الإسهام الوطني المحدد في الفترة ما بين 2021-2030 الورشة التي تنظم بالتعاون مع وزارة البيئة والتنمية المستدامة وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية بنيد ويشارك فيها عدد من المناديب الجهويين من القطاعين تهدف إلى دراسة وعرض البخطة المشتركة لاستصلاح العمراني الوطني وتكييفه مع الاستراتيجيات الإنمائية الوطنية في مجال العمراني والبيئة السليمة نحن نجتمع اليوم في هذه الورشة المنظمة من طرف قطاع البيئة والتنمية المستدامة وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية وبلادنا بالتعاون مع قطاعنا قطاع الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي من أجل المصادقة على خطة عمل القطاع ضمن هذه الاستراتيجية ونظرا لاهتمام الحكومة بتوفير بيئة حياة كريمة ولائقة للمواطنين عكبنا في قطاع الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي على إعداد مشاريع في مجال تدخل القطاع تحترم بشكل كامل التوصيات والمعايير المعتمدة وطنيا ودوليا مراعاة لظاهرة التغير المناخي ممثل وزارة البيئة والتنمية المستدامة سيد محفوظ محمد عبد الرحمن الأمين العام وكالة ثمن التعاون بين القطاعين والشركاء مبرزا أهمية هذه الورشة ودورها في تحليل المعطيات التي ستمكن القطاعين والشركاء من تنفيذ مخطط يتكيف مع المتغيرات المناخية من جانبه ممثل برنامج الأمم المتحدة للتنمية سيد جاء أثمان أمدو أوضح أمام المشاركين أهداف وأهمية هذه الورشة ودورها التنموي مذكرا بتدخلات برنامج الأمم المتحدة في مجال الإسكان والعمران والبيئة معلقا آمالا كبيرة على النقاشات والنتائج المنتظرة منها وتابع المشاركون عروضا حول الجوانب المختلفة التي يرتكز عليها عمل الورشة وأهدافها التنموية والاقتصادية وفقا للمقاربة الوطنية الشاملة في مجال العمران والبيئة